السلام عليكم و مرحبا بكم في حلقة 25 من المسلسل الى دق الحال افاكم اخوتي لا تنسوا اشتركوا في القناة اشتركوا لكم كي يعلننا بزاف والله رحمن ويده لما اشتركوا و اي واحد اشتركوا في القناة بالنسبة لخديجة سوف نكتشفوا بانها صافي قررت بشأنها غاد يتهرب اتمشي الكازا عتاني تخبى في وسط من نعمة ورشيدة وهنا فين غدي يشوفوا بالليل المختار بعد ما غدي يرجع للبطار غدا يشوفها هربات صافي غدي يفهم البلان بالليل السيدة ولا ترد منه خصوصا من المستقش للعملية اللي كان بغي يدير ديال بشي طيحها في البير فهنا يا اسيا ومن غدا تتساق الخبار غدي تقول ليه صافي هات سيدة هذه ما بغي ينفع معها حتى شي حل صافي غير قدر غارض بشأنه يزور ويزور دك شي ولكن اضع نشوفوا بانه وخا قالتها المختار ما ما بغيش هو ما بغيش صافي دوره فراصو قال خصي تجي من خديجة ما ديش منه هما باش اه 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 ايضا تراتي بلان بمشوش هما للحبس فهنا فين غني كتشفوا بانه غايب ده ويقلبوا عليه عودتاني ولكن هما من دابع عارفين دبا خديجة قدروا ويدرسوها يعرفوا فاش كتفكر شنوناوية وكل شي دك شي لاش عارفوها كان دب فكازة ووسط من نعمة ورشيدة فهنا فين غدي كتش هي غادي اه اه تقول الاسياب اللي اه امدرافين وصلوا للمحالات لبيع وشترا وديك شي ولكن اه انفوة غادي الخورة غادي تتلقى عليها وتقول لها راها تصبنات لي اياه وهدي غادي تمشي نيشا راشيدة لعند اه السمسار وغادي تسولوا على اسياب امتى اخر من راجعت لعندك غادي يلقاها باللي الله مؤخرا جزارته يعني تم نمور ما قالت الخديجة راها تصبنات لي فهنا اه خديجة عرفت بللي راها اسياب هيك تكذب عليها ونيت راشيدة عرفت بني ندير حتى اسياب وتقول لي عادي اخدام معهم كيف ما تفقوا بانه اه اه غا تعاونهم حتى حتى يسنيوا اه الوراق ويتبايعوا يتشاره وتاخد اه خد تاخد راشيدة النصيب دياله اما بالنسبة لعبد الغافور فبديناك انشوفوا الخلفية دياله والنواية دياله فابد الغافور بغي غير يزهر اه عجباته ان اعمال نهار الولاني وعمرت لي عيني وعجباته فتزوج به كيف ما مزوج مع عمره واحدة اخرى كيف ما عنده حياته واحدة اخرى اللي هي من غير المحالات دياله بيع الشراء عنده بزاف ديال المحالات ولا خدمات اخرين ولكن هما اللي قال يعني غير قانونيين منهم عنده بزاف ديال بزنازة خدمين مقافلة تجارة المخطيرات وهذا وهو ورس الحرب وهو كل شيء وخاك يطاح والناس اللي بزنازة الصغار ولكنه ما يطاح حيث عنده فلوس ومدورها معارف وذلك اللي يدخلون للحبس في وسط حبس يتهلا فيهم وكينين اللي ما اعطوش به ومهلا فيهم في الحبس الداخل باش ما يقروش وما ينطقوش بسميته هذا كامل هذا تتساق له نعمة الخبار من واحد العبال اللي غادي تكون قد تصمت عليه صافي نعمة اللي غادي تتساق الخبار ما غاديش عجبها الحال عادت عليها راشيدا من اللي غادي جبلها نعمة راني سمعتوه باللي كيهدر على المخطيرات وهذا ما غاديش عجبتها هي الحال حيث عارفها القضية في الحبس يقدروا تشدوا فيها كاملين بتهمة ديال تستور فغادي كتشفوا بأنه صافي نعمة غادي بغي تطلب اطلاق من من عبدالغافور وراشيدا هاد المرة مساندا في القرار ديالها ولكن عبدالغافور ما غا يبغيش وضد في نعمة حيث هو كي يبغيها ضد فيها غادي ولي حار بها غادي ولي يوسخ صورة ديالها مع اللي كليون اللي كانت تتعامل معهم غادي بدي يقول هاد رطيحة ما يخليها من يتنفس وهنا فين غاديشوفه غاديشي الدور ديال عبدالعالي اللي هو الراجل اللي غاديوقف معها والغادي الزفد ازمة هذي اللي تخلى على عبدالغافور تخلىوا علاقة الناس اللي قرابل منها ولكن انا شوفه باللي عبدالعالي اللي كانت حاقرا رشيدا هو اللي غاديوقف معه هاد المرة ووقفه حسكا زين بما زل غاديت دور الفكرة في راسها خصوصا انه دابا معها بضر ليعقوبي ما كتحسس برصة بوعدتها وما كتحسس برصة ضعيفة بالعكس اه هي قوية محدة معها بضر وذاك شالش فاش فكرة انه في اقرب وقت يتزوجه يدروا تكشير رسمي باش حيتي زين بعزيش على اللي يبقى لواحد معها ومضايقها وغادي تسمع على الهدرة وما كنت يشعج رسمية بيناتهم فهد الهدرة غادي تزيار بها بادر بادر مع كي يبغيها وبغي بي لاب اللي يقدر اي حاجة على وده فغادي يتزوجه فعنا في هناك شوفه انه اه غادي تدوي مع امها سوعد شوية بشوية غدت وصل لها الفكرة بان ارى انا متافقة مع ذاك شي كامل اللي اتراه وتصالحت مع هاتش اللي تحطيت فيه والماضي ديالي وديالي ولكن حاجة الوحيدة اللي اتفهم لي ولاش من الموارد تسلينا هذو كاملين ما سولتيش فيها ما حاولتش تقلب عليها حتى اجيت انا لعندك وجابني الزمان لعندك وشفت اني كيفاش كنت وقلت لا مواردش تنسلي كيفاش تتعاملت معي النهار الول وكيفاش كنت تسمعيني الهدرة لقد تردو من المواردش يقع فانا يا سوعد ما قام بتاتي شي اختيار انها تطلب مننا السماحة وتقول لي انا انا باستطيع ان اطلع اي حاجة على قبلك ثاني سنتظر بانه هو وبهاء اللي هو وبه عزاة صافي اا برد من اللي تكتشفت الحقيقة برد ورتاح واخبتتو بخاصمة معاه مقلقة منه مقدرة تسمح ليه ولكنه كان يكتشفوا بحالكا نهزت واحد الحمل تقيل فوق تافوه وارتاح منه داف. فهنا سوف نكتشف عن جهة فرح. حيث فرح بعد سليم بدأ يشك فيها بثاف و يضايقها. فهنا سوف نكتشف بأنه فرح واحد انسانا ينفسها عزيزة. وما تقش دل راسة لك المستوى. حيث سليم سوف يضغط عليها بثاف ولا يقول لها انت يا كريم. بناتكم شي حاجة. على شكرا بنا بغضيتكم في كل لحظة. كان غبر كنشوفكم بجوج. هنا يا صافي فرحت ايا ماشي من العاقزين. بغايت تفارق معه. ولكن هنكتشف يعني باللي سليم. يطراو تغييرات في الحياة دياله. من بين التغييرات اللي غادي يطراو هو غادي اه عنده ذاك واحد نقطة موسخة اللي هي ذاك النهار اللي كان سربها المنويم ونعسها. وهي في نبلي القامجة ديالها كانت مقاعدة قبل ما تنعس. ولكن من بعد ما نعسها صدايف ديالها. ما راكم بش كيف ما مخصم يكون. هنا باقي الفكرة دي الفارح بان شي حاجة ترتليها في الليلة. وما ردت لها البال. وما بغتش تحيت لها من البال. خصوصا انه ولو كي جوا فلاشة فرصة بانها كانت غالثة. حسنا متى القطرصة في الصباح كين في الناموسية وحتراج لها ما كين في الدار وقال لي راني خدها. فهنا يا غادي تتزيروا. واتقول لي شنو درشيلي يا شنو داك النهار شنوقها. انا غير مع استرس وو هاتش ديال كوميساريات. ما بغيت مشتليها من البالي. ولكن دابا ستقول لي شنو كين. هنا يجب انه غادي وجه الصراحة باللي راه شرب الفاني دا ديال. ما حتى كان قوله لكم. ما شرب ديك الفاني دا اللي كتخلي انه ديك العجز دياله ما يبقاش. وديك الفاني دا لاقت ليه. غير هو عنده اعراض جانبية. هذا الاعراض الجانبية هو من اللي كتكون سرعة دي التدفق الدم في القلب. كتأدي لسكتاك قلبية مع مرور الوقت. خصوصا إلا كان الشخص عنده امراض. واحدين اخرين. فهنا فين غادي نشوف بانه سالي ملا قد تسمع فرح هذا الهضرة هذه ما غاديش عجبه الحال. غاديش عجبه الحال. غاديش تقلق عليه اكتر. اقول لي اولد الناس انا عمرني ما مدوت معك فض الموضوع. عمرني ما حرجتك عمرني ما زيارتك تدير شي حاجة. ولكن انت بغي تلوح راس كل تهلوك وانه الحاجة ما عجبانيش. يلا كتب الصح باغي دك شي دير العملية تبع مع الطبيب انا معك حتى تتكون باخير. ولكن باش تدير هاد الغلطة هادي. وتنتحر بالطريقة هادي ما يمكنش. فهنا فين غادي نشوف عوتاني بانه ساليم. بدك يحس بالتنبئ ولا باغي يدير بالهضرة اللي قتله فرح. وبدو كي يقربوا مع طياتهم. كريم غنشوفوه بالتقرص. حيش حتاجها امل بانه فرح غدا تطلق وفرح. ولكن في نفس الوقت كنشوفوه انه العلق قدير فرح وسلم بدك كان تقاد وكريم غادي بقى ببعده. وغادي بزاف. حيش قاعدك شي اللي كان يطمح على وده كل شي مشالي. مرتو اللي كان صابر عليها وكان مدلول معها قاع ولكن كان عجبو الحال حيش مرتو ويبغيها ولكن دبا مات. وثمان ولده مات. لذلك من قاعده يسبر فالاخر سوف يكتشفوا واحد صدمة قوية سوف يشوفها من عند كريم في الحلقات الماجهين. اتشي اللي كان بالنسبة للحلقة متسوشفكم. دروا لايك. واهم حاجة تشتركوا في القناة كيف ما قلت لكم في البداية. وهذا ما كان وبسلامه. شكرا لكم بزاف.